الانسان ان عنده خوف كبير من الانتقاد اتشكلت عنده فكة محورية مركزية في شخصيته ان قيمة الانسان ومدى قبوله من الناس بمقدار كماله اه الكلام ده يخليه قريب جدا جدا من الناس البرفكشنست فبيكون عنده توقعات عالية جدا 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 في نفسه وتوقعات عالية في الناس فكتير يبقى بيدور في دائرة الخزلان من نفسه وخايف من الخزلان من نفسه وكمان نخزلان من الناس لما انه عايز حاجات عالية والناس مش هيحققوها وعايز حاجات من نفسه وانا مش قادر حققها فيحس ان نفسه خزلته والناس هيخسلوه فيحس ان ايه انه وخايف فالانسان ده بيفضل حابس نفسه جوه نفسه ليعمل سجن لنفسه كده ولذلك دايما كنت بتكلمكم لما كنا بنتكلم في رمضان كنت بقول لكم دايما ان اول حاجة عايزين ان ربنا يعطقنا منها هو ان يعتقنا من سجن نفسنا من حابس نفسنا لان الانسان ممكن يخنق نفسه بحبل وهمه وحبل وهمه ده وتلفه حواري الرئابته فإيه اللي يحصل؟ فما يقدرش يشوف نعمة ربنا ولا يقدر يعيش في ظل جمال وانوار واما بنعمة ربك في حدث ما يقدرش يشوف الانوار دي يعني ليه ما يقدرش نشوف الانوار دي؟ لان الاية بتعلمنا ان احنا نتعلم ونتكلم عن النعمة ايه اللي حاصل؟ وما نكتمش النعمة لكن نعيش بالنعمة في حياتنا ويكون عيشتنا بالنعمة هو احد اهم شكر النعمة فندخل في دايرة واسعة او او اسمها دايرة ايه؟ ولان شكرتم لأزيد انكم يبقى أنا لما اشكر ربنا يزدني تبقى اشكر ازاي؟ ان انا عيش بالنعمة احد اهم ابواب واشكال شكر النعمة هو العيش بالنعمة لكن في ناس بقى ربنا انا عم عليهم بحنان وطيبة وراء ورحمة تطيب قلوب الناس بس تخاف تعبر لاحسن الناس تشوفها بطريقة معينة فما يحصل لهمش القبول فيخافوا من عدم القبول لكن في حد ربنا اهمه بفكرة عبقرية في شغله بس يخاف ان مديره وزميله ينتقدوه فلما ينتقدوا الفكرة دي يشك هو في نفسه فيتشكك ويسكت وإن يحصل؟ ويضيع وقت الفكرة ويمكن الفكرة نفسها تضيع ومع تكرار المواقف دي في البيت في الشارع في كل حاجة يحس الانسان انه عايش في دواير وبئات كلها بتجتمع على حاجة واحدة هي خزلانه فيحس انه هو ما عندوش مدد كافي في كل مرة فيقرر انه يطمس نفسه ويطمس ذاته ويداري كل اللي عنده وفي ناس بسبب خوف الانتقاد بتفقد حبل الود مع أحبابها زي الزوج اللي قرر يبعد عاطفيا من زوجته بسبب خوفه من الانتقاد الدائم ولا الزوجة في بعض الاحيين برضو وزوجها يمسك لها عصى وكرباج ان هي دايما بتقع في الخطأ لو خاصة لو كان هو عايز يحسسها ان هو بيربيها فهي تخاف ان هي تتكلم لا هو يقفش عليها وهو يخاف ان هو يتكلم لا احسن ما يسلمش فتتوقف عن الكلام وتوقف عن الكلام ويتكتم الشعور بالظلم والوجع والضيق وعدم التأدير وعدم الاعتبار يتراكم جوه لغاية ما يخلي الانسان مش قادر يعيش ويقصد ان هو مخنوق مش قادر يعيش اه صحيح ده ساعات بيكون عشان احد الطرفين كتير الانتقاد بس هل الحل ان احنا نبعد ونتجافع عن الناس اللي نخافين من انتقادهم اه صحيح هي لسانه احد اه صحيحه ولسانه ما بيفوتش بس هو الحل ان انا اهرب يعني يا سادة لما خوف من الانتقاد بيزيد بيخلي الانسان في اوقات كتيرة يسيء الظن في الناس زي كتير من البنات بتسيء الظن مع الحموات والعكس يسيء من الحموات ويسيء الظن مع البنات ويبدأوا يفسروا كل تصرف منهم سواء من الحماء او تصرف من البنت على انه انتقاد وعدم قبول يبقى بعد كده اللي حاصل شوف بتبصلي ازاي ويقصة مش بصلها ده هيبصة في جهتها بس بصة على نقطة حاجة في الحيطة فبتبرق كده هي مش بتبرق لها يعني بتبرق في الحيطة اللي جنبها لكنها تشوف بتبص عاملة ايه دي عايزة تعمل ايه تكسرني وعايزة توجعني وتجرحني بتبصلي من فوق لي تحت يعني هو لو اختلف وبصتلك من تحت الفوق هتختلف المسألة بس الحقيقة في اغلب الاحيان ده ما بيكونش حقيقي ويكون احنا اللي شايفين ده عشان احنا شبعنا نفسنا وملأنا نفسنا باحساسنا بان الاخر ده ينتقدنا انتقادة ويوجعنا ويأزينا ويخلي حياتنا متكدرة